اشتركوا في القناة هو موجود بالمنزل حيث أن مشيئة الله منعته من الموت المحتوم وبعد ذلك اضطرب سلوكه حالا توجهت به إلى طبيب الأمراض النفسية والعصبية وأخبرني أن ابني يعاني من الذهان أو الفصام وذلك بعدما أخبره الطبيب هل تسمع أصوات في رأسك فأجابه ابني نعم قال له أني أسمع فأعطى له ما يعرف بنيوزينو قطرات وكذلك لونزا براكس 5 ملغرام في بداية العلاج لمدة 6 شهر حيث أن ابني تحسن وعاد إلى مقاعد الدراسة الابتدائية ونجح إلى المتوسطة ثم غير له الطبيب الجرعة إلى لونزا براكس 10 ملغرام لكن لما أخذ هاي الجرعة الأعلى صار عنده اضطرابات بالسلوك قام يترك البيت ويذهب إلى مناطق بعيدة وأحيانا يقوم بضربي فأخبرت الطبيب بذلك فقال أن هذا الدواء هو الدواء الملائم لابنك تقول لما ابني مرض كان عمره 12 سنة والآن هو 14 سنة يعني صاله سنتين دا يتعالج هل هناك أمل في شفاء ابني هل يوجد دواء آخر غير لونزا براكس 10 ملغرام يمكن أن يتناوله ابني يستطيع من خلاله مباشرة حياته بشكل عادي شكرا جزيلا أختي العزيزة وأنا آسف الله لسماء هذه المعاناة اللي تتمرين بيها أنت وابنك والله حقيقة يعني اللي أقوله أنه بالتأكيد هناك أدوية كثيرة غير هذا الدواء طبعا هذا الدواء هو الأولانزابين اللي نتكلم هوايا عنه يعني تجينا هوايا أسئلة عنه فهو يعني ابنها لما الدكتور زيد الجرعة عليما للأولانزابين صار عنده يعني اضطرابات بالسلوك أكثر فبالتأكيد أختي العزيزة أكو أدوية أخرى ممكن أنه الدكتور يعني يوصفها إلى حقيقة أنه الفصام بعمرة طنعة السنة يعني هو فتشي جدا يعني هو يصير بس نادر يعني ممكن للشائع الفصام أحيانا يحدث يمكن شوية أكثر من هذا العمور وتبدأ أعراضها بالظهور فعلا يعني لما الواحد يصير عمي يمكن حتى 18-19 إلى آخره فشوية بادي عند الأعراض بوقت مبكر قد تكون مثل ما أنتي قلت بسبب الصدمة الحريق مال البيت وقاكم الله من كل شر فقلت يعني للإجابة على سؤالش نعم هناك أدوية أخرى هل هناك شفاء أمل في شفاء أبنك طبعا طبعا أختي العزيزة يعني أكيد ما دام يعني هناك طبيب بدي يتابع حالته ودي يوصف حالته إذا شفت إنه هذا الطبيب مده يريد يغير العلاج مع الألم إنه هو ابنك يعني مده يستجيب جيدا لهذا لهذا العلاج ممكن تشوفين طبيب ثاني وممكن إنه يحاولون دواء ثاني لكن بالتأكيد هناك أمل وما دام إنه أنتي مثل ما تقولين هو ابنك يصوم رمضان ويعني يأخذ العلاجات مالت بطريقة صحيحة فإن شاء الله إن شاء الله يعني تتحسن حالته وإحنا دائما نقول يعني أهم شيء بهذا العمر خاصة أنه يعني يستمر الشخص بالدراسة حتى يعني يشعر بقيمة نفسه يشعر أنه أكو معنى للحياة فممكن أيضا تتكلمين مع المدرسة أنه يساعدوه إذا حتاج مساعدة ينتبهولها يقدموه للدعم والعون والمساعدة حتى يعني يتغلب على هاي الصعوبات اللي ديواجها فأكيد إن شاء الله يتشافى ويتعافى وأكيد هناك أدوية كثيرة ممكن أنه يأخذها ويتحسن عليها بإذن الله تقول إنه سؤال